تبادل الأفكار المبتكرة والتجارب الرائدة في المجال الزراعي بين شباب دول الخمس في الساحل وخبراء في المجال وهدف الدورة التكوينية التي نظمها قطاع الزراعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة بروكاسير هذا اللقاء ترجم العناية التي يوليها قطاع الزراعة لشريحات الشباب يندرج تسير طريق التعلم هذا ضمن سلسلة من الأنشطة والتي يشرف عليها قطاعنا والموجهة لفئة الشباب وذلك بهدف تعزيز دوره في بناء تنمية زراعية مستدامة مبنية على أسس علمية ومواكبة للتطور العالمي والتكنولوجي مع التركيز على الجودة والاستخدام الأمثل للموارد وهو ما يؤكد حصنا على مواكبة الشباب باعتباره القوة الحية في المجتمع ولكونه يمتلك قدرات ومعاره مهمة للنهوض بالقطاع الزراع إن اختيار بلدنا كنموش لاستضافة وتسير هذا الطريق يعد اعترافا بجهود الحكومة وتثمينا لقدرات شبابنا مما يزيدنا إصرارا على مضاعفة الجهود سبيلا لإقامة مقاولات مؤسسة شبابية زراعية رائدة ومستديمة من جهته أشار ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة السيد موسى محمد مولود إلى أن المبادرة التي يجتمع المشاركون اليوم في إطارها تدخل في سياق مشروع صمود سكان الساحل الهادف إلى خلق مزيد من فرص العمل للشباب في مناطق تتميز بالهشاشة كما يندرج المشروع في جهود الدعم التي تقدمها المنظمة للحكومات في منطقة الساحل بدعم مالي من جمهورية ألمانيا الاتحادية ووضح ممثل الفاو أن الدورة ستعزز معارف المشاركين حول أنجع السبول لدعم قدرات الفاعلين وخاصة منظمة بروكاسير غير الحكومية والتعاون بين الجنوب والجنوب المشاركون في هذه الدورة سيتابعون عروضا تعالج مختلف الأساليب الحديثة في مجال الزراعة وكيفية الاستفادة منها مع فتح المجال إمامهم لعرض مبادراتهم وتدارسها مع الخبراء لتعميق المعارف واكتساب المهارات الضرورية لذلك ترجمة نانسي قنقر